تشكل ظاهرة التحطيب الجائري والزحف العمراني تهديداً خطيراً على البيئة في الأردن مما يؤدي إلى تدهور المساحات الخضراء في مثل هذه الأوقات من السنة تتحول الغابات إلى أهداف غير مشروعة لفئة من الحطبين غير المرخصين ما يدفع نحو تجديد الرقابة لحماية الغابات من الاعتداءات نحن الآن في بداية الموسم المطري تتعرض غاباتنا لبعض التعديات من قبل بعض التجار الأحطاب الذين يقوموا بقطع الأشجار لغاية الاتجار بها لكن لدينا بعض الإجراءات تم تشكيل غرف عمليات في محافظة البلقاء تفعيل بأبراج المراقبة تفعيل الدوريات المناوبة على مدار الساعة يوجد دراجة نارية على مدار الساعة متحركة كذلك يوجد شبكة التصالات اللاسلكية تقوم بالتبليغ عن أي اعتداء يحصل في المنطقة فقدان الأشجار الحرجية لا يقتصر على التحطيب الجائر لتمتد إلى ظاهرة المد العمراني المنتشر في مناطق عدة بالأردن ما دفع وزارة الزراعة لاقتراح حلول للحفاظ على التوازن البيئي بإعادة تشجيل مواقع ومساحات عدة نحن اليوم نسبة التعديات رخفضت حوالي 80% نتيجة الإجراءات التي تمت خلال السنتين الماضيات يتم إصدار مع بداية فصل الشتاء الكتب للجهات هاي لمتابعة طوافيننا متابعة الجهات كاملة في خفض نسبة التعديات كاملة واليوم من خلال تقاريرنا وعلى الميدان رخفضت نسبة التعديات بهذا الأثناء أيضا تم زيادة مساحات الخضراء من خلال إنشاء غابات ذات استدامة واستخدام مياه معالجة في شمال ووسط وجنوب المملكة وهي موجودة الآن بنسبة إنجاز تجاوز 90% لكن الخبراء يجدون في تغليض العقوبات الحل الأمثل لمواجهة التحطيب الجائر إذ خسر الأردن جزءا من مساحاته الخضراء والتي تقدر بـ 13% بحسب المرصد العالمي للغابات منذ عام 2012 المنظومة التشريعية يجب أن تلعب دور المنظومة السياستية يجب أن تلعب دور يعني اليوم نحن معناش سياسات للغابات الوطنية معترف فيها تم إفراز واحدة قبل عدة سنوات ولم يتم إقرارها إلى اليوم أيضا على المستوى الإجراءاتي وعلى مستوى العمل اللي حلقنا نقول الرادع يعني أديش اليوم في إجراءات عقوبية رادعة للي يقوم بالتقطيع بشكل غير قانوني لأنه ممكن تقول كيف يعني أنه في قانوني نعم للأسف الشديد هناك تراخيص يمكن أن تعطى من وزارة الزراعة لمنشآت لمختلف المشاريع تجيز بيبقطع بعض الأسجار وقد يصل عددها إلى المئات في مرات مواطنون يجدون مع دخول فصل الشتاء الحطبة أفضل خيار لتدفئة مقارنة مع ارتفاع أسعار المحروقات إذ يباع طن الحطب بتسعيرة وزارة الزراعة بواقع 60 دينارا رغم الجهود المبذولة يبقى التحدي الأكبر هو في تحقيق توازن بين احتياجات السكان وحماية البيئة مستقبل الغابات الأردنية يعتمد بشكل كبير على وعي المجتمع وفاعلية تطبيق القوانين وتعويض المساحات الخضراء أسامة بلي بلي رؤية اشتركوا في القناة